يقول ما حكم من يجلس في المسجد من غير صلاة تحية المسجد مثل الآن مجلس العلم الأصل أو للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه تحية المسجد إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى لو كان في مجلس علم يبدأ بصلاة ركعتين هذا هو الأصل لكن اختلف أهل العلم فيما لو دخل في وقت النهي يعني بعد الفجر وكان قد صلى الفجر في مسجد آخر مثلا أو بعد قبل طلوع الشمس وارتفاعها أو بعد العصر لأن هذا وقت نهي أو قبيل الظهر عندما تسعر نار جهنم والعياذ بالله عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الظهر بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة ففي أوقات من أوقات النهي بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح أو قبل الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة حسب تقدير بعض أهل العلم وبعد العصر إلى غروب الشمس هذه سمونا أوقات النهي هذه الأوقات بعض أهل العلم قال إذا دخل المسجد في هذه الأوقات لا يصلي لأن منهي عن الصلاة في مثال فيأتي ويجلس لكن مثلا الآن المغرب لا يدخل يصلي ركعتين لعبون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجس حتى يصلي ركعتين والنبي كان يخطب صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل وجلس فقال له النبي صليت ركعتين قال لقال قم فصلي ركعتين حتى إذا جلس يقوم إلا إذا جلس مدة طويلة مثلا وبعدين انتبه أو بعدين واحد قال لا هذا خلاص راح ذهب وقتها والعلم عند الله جل وعلا وأكثر أهل العلم عن أن هذه الصلاة مستحبة يعني لو جلس ما يأثم أكثر أهل العلم ذهبوا إلى النهار الصلاة مستحبة والنهي للكراها وأنه ليس للتحريم وأنه لا يأثم لو جلسوا ما صلى ركعتين مثلا حين واحد دخل مثلا بعد المغرب جاء وجلس مباشرة أكثر أهل العلم قالوا لا يأثم ولكن ترك المستحب ترك الأفضل لو صلى كان أفضل ما عدا بعض أهل العلم كالحنابي لا يرون وجوب هاتين الركعتين